كل مرة تشرفنا هنا أطلع البيت أقلب البيت أشأل بكيان البيت أسمع كلامها بالملي يجي النتيجة يعني عاجة غريمة جدا أستاذة سعيد نورانا نورانا أشكرك يا ألبي أشكرك لو لسه بتتفرج علينا الأول مرة فالسيدة الفاضلة اللي قاعدة قديمي دلوقتي هي أستاذة في الطاقة أستاذة طول الوقت كده بتدينا حاجات منها المحفاظ الحمرة اللي إحنا يعني بعدين أنا اشتريت محفاظ الحمرة سبحان الله بالمراية زي زمان جدتي وجدتك حط المراية سبحان الله كان عندها حق من ورانا دايما من ورانا مرسي يا ألبي مرسي جدا جدا إحنا أردين طاقة البيت آه لما قاعدنا نقول البيت عتبته حلوة وأن البيت عتبته وحشة ويا ترى طاقة المكان بتاعته كويسة والناس اللي بيقولك إيه أول ما روح على بيت وحس إنه هو الدنيا بايزة وكلام ده كله اتحسد أرى يقول كده اتحسد ده حسد يعني ولا مش فهم لا يعني ضاقة المكان دايما إن انت البيت بتاعك مش مصبوط إزاي إنه هو توزيعاته مصارات الطاقة الغير مرئية في المكان يا إما بتكون كويسة أو ما بتكونش كويسة فدي مشكلة كبيرة بتواجه الناس إن أنا يقولك إيه البيت ده ويش هو وحش أو البيت ده ويش هو حلو فدي طاقة أو مصارات الطاقة الغير مرئية في المكان اللي بتأثر على الإنسان وبتأثر على الأسرة يعني أجمع طاقة الأسرة كلها طيب بس الكلام ده مش علاقة بالحسد طبعا لا في حسد طبعا حسد مذكور في القرآن صحيح بس الطاقة ما تعرفش تتصرف ولا تعرف تتصرف لا لما ساعدت كتير قوي عايزة أقولك حاجة يمكن أنتم النهار ده عايزين تتكلموا عن طاقة الحسد أو يا ترى الحسد ده حقيقي ولا مش حقيقي ولا إيه فإحنا كلنا بنقول الحسد مذكور في القرآن بس يعني إيه حسد الحسد ده مصارات الطاقة غير مرئية وقوة تركيز قوية من شخص إلى شخص آخر بحيث أنه بيبقى إيه عامل زي الأشعة الليزر كده تختارك الإنسان فكتير قوي بيحصل مشاكل لناس تقولك إيه أنا تحسد أنا نجمي خفيف أنا مش عارفة إيه فدي بترجع أنه هو فيه مصارات طاقة غير مرئية تنطلق من هذا الشخص إلى شخص آخر فتصيبه بالحسد بمعنى آخر أنه يكون مثلا جاب حاجة جديدة والكلام ده كله والشخص نفسه صاحب الحاجة فرحان بيها لدرجة أنه خايف يتحسد يحسد نفسه يحسد نفسه يعني مش عايزة أقولك لكن ده ملوش علاقة براحة البيت لا طبعا لعلاقة ده أكيد أنا الوقت لما بدخل البيت ساعات أنت بتخشي بيت تحسي أن أنت قاعدة في بيتك وساعات لما تخشي بيت تحسي أن أنت مش مريحة مقبوضة صح أو عايزة تمشي صح ده إيه؟ ده بيرجع لمصارات الديكور محطوط فين الديكور توزيعاته الحركة بتاعة الأثاف الألوان المطلوبة مكان القاعدة نفسه مش كل واحد فينا يحب يقعد في مكان معين ومكان ما بيحبوش فيه واحدة تقولك لا أنا بحب نام في القوضة دي وما حبش أنام في القوضة دي أو أنا بحب نام على السرير ده وما بحبش أنام على السرير ده القاعدة في الصالة دي أنا بحب أعض على الكرسي ده على طول ولو حد قاعد في الكرسي ده ببقى متضايقة لأن ده مكاني طول وقت لأن دي طاقتها دي فترتها دي الاتجاه اللي بتحب تنام عليه أو تعود عليه فلما يكون التوزيعات دي مش مصبوطة عارفة يا ردوة بيحصل إيه؟ بتحسي أن أنت مقبوضة مش مرتاحة مش مبسوطة توزيعات بتاعة المطابخ والحمامات في البيت لما يكون فيه أبواب متقبلة بطريقة مش لطيفة بتعمل خنقة في البيت زي ما إحنا بنتنفس البيت محتاجي يتنفس فهي مش أكتر إن إحنا بيبقى بختك يا بوبخيت بنعمل ديكور البيت كده إحنا وحزنا يطلع كويس يطلع وحش وإحنا بنلبس في الآخر استني بقى دي ديني سؤال ده أتيجوا هالنبي يلا بينا لو حد بيعمل ديكور البيت وعايز تخطر البيت تبقى مريحة وتبقى تشير في الكده مو بهجة ياخد باله من إيه؟ يعمل إيه؟ تعمل إيه ست دي؟ يعمل حاجات كتير أول حاجة يعني في حاجات كتير لازم تتعمل في الآخر على الفان شوي أو طاقة المكان أول حاجة نبص القط النوم قط النوم الواحد اللي نايم على سريره ما ينامش على الحيطة اللي وراه يكون فيه حمام يعني ما ينفعش تبقى قط النوم وراك يا حمام تمام؟ ونايمة على الحيط اللي فيه التوالات أو الحيط اللي فيه الحوط يبقى طاقة المكان وحشاور ما ينفعش أبداً إن أنا يكون قط النوم بتاعتي مخنوقة ما بين حمامين يعني حمام يمين وحمام شمال تمام؟ تمام ما ينفعش أبداً يعني لسه بدلوقتي فاكرة مخطط بتورهولي سالي بنت صاحبتي رغدة فبتوريني إن هي قط النوم تمام؟ فيه باب هنا يمين وباب شمال غير باب القوضة الله طب إزاي الواحد ينفع قوضة فيها أربع خمس أبواب أو تلات أبواب باب البالكون وشباك وباب دريسنج وباب حمام ودي ايه مشكلات دي بتخلي الإنسان يبقى مشتت مش عارف يمسك أي هدف في حياته يبقى قلق فجيت قلت لها حطي ستارة وغطي بها كل الأبواب دي وستارة الناحية التانية وحطي فيها كل الأبواب قالت لي لأ ديكور حيبقى مختلف مش عارف إحنا مش بتوع ديكور إحنا بتوع طاقة المكان إزاي بقى البيت مريح فنائف الكل الأبواب الكتير اللي بتضيقنا دي نبرا تاريت ما ينفعش أبدا كمان إن احنا نحط الألوان الحمراء والبنفسجي اللي هو اللون البنفسج ده وحش جدا جدا في البيوت على فكر وخصوصا حيطان كتيرة وكنب كتير يعني البنفسج ده طاقة سلبية جدا ده حتى ورد البنفسجي بيودوه في المقابر وفي الحاجات اللي مش كويسة الحاجة الرابعة كمان المطابخ يا جماعة ما ينفعش المطبخ أبدا يكون الحوض لازق جنب البوتاجاس ما فيش مسافة ما بينه لما الحوض اللي هو المية لازق جنب النار لازقين ملتصقين جنب بعض في البوتاجاس بتعمل مشاكل زوجية ملتصقين جنب بعض مية ونار تمام فبتعمل مشاكل كبيرة جدا في الجواز أو مشاكل ما بين الزوجين يتخنقوا لازم على القال يبقى عندي 40 سنتي وعد قولي لي بقى أنك عندك الحوض لازق جنب البوتاجاس ده كده مش مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة كميه بعده فلما يكون الحوض اللي هو المائي ملتصق جنب البوتاجاس اللي هو الناري ما فيش أي مسافة بينهم يعمل خلافات زوجية على طول المطبخ المقفول أو المفتوح العادي عادي لما يكون عندي مطبخ مفتوح مطبخ مقفول ما فيش أي مشكلة دي على حسب زوء ربة الأسرة لما بنيجي نتكلم على حتة أن احنا يكون عندنا البوتاجاس اللي هو بيعبر عن المركز المالي للأسرة يبقى وراه شباك أكبر غلط يعني حتى ما ينفعش أبدا يكون البوتاجاس وراه شباك ما ينفعش خالص لازم يكون وراه حائط صلب أولا يعني ما ينفعش الحاجات دي إن هو بيكون عندك أنت البوتاجاس حصل لقدر للنار ولا حاجة الهوى اللي دخلك من الشباك حيشعل للنار بزيادة وده حاجة سيفتي غلط المفروض البوتاجاس يكون وراه حائط صلب ما ينفعش اللي داخل بيتك يشوف بوتاجازك يتنظر زي أيام زمان جدتي وجدتك مسارات الطاقة المباشرة حتفلق لك البوتاجاس اللي هو يعبر عن المركز المالي إيه رأيك بقى البني الأسود الألوان الغوامي ليه علاقة بالمسارات بتاعته طبعا 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 أنت عندك في الحضارة الهندية لما حد بيتوفى بيلبسوا عليه أبيض علشان يجددوا يعني يشيلوا الأحزان تمام إحنا حضارة جنائزية الميت لازم نلبس عليه أسود علشان نزيد من الحزن نقوي الحزن بزيادة فمنفعش أبدا في بيتي يكون عندي ألوان غمأة وسودة في البيت الألوان السودة غير مفضلة لأنها بتركز طاقة الحزن بزيادة فمنفعش عندي دي كرات البيت تبقى كلها فيها أسودات كتير غلط لأن في ساعات الإنسان بيبقى مكتأب متدايق حزين فدي بتخليه ياخد وقت أطول علشان يرجع للموت بتاعه الحلو فدي حاجات كتير بتعمل باد أنرجي أو طاقة سلبية في المكان تخلي الإنسان يبقى متدايق ما ينفعش أبدا يكون عندي الحمام لونه أحمر فيش حاجة اسمها حمام لونه أحمر فيش حاجة اسمها حمام كله ورود وزرع ورد سيراميك يعني مبهرج الحمام لازم يكون زي الأطلات اللون البيش أو اللون الأبيض أو اللون الرمادي الفاتح الحاجات الفتحة البسيطة اللطيفة اللي يتخلي الحمام شكله حل ونضيف لكن غير مبهرج ولا يكون فيه صور وحاجات كتير زي كده دي كلها منطاقات السلبية إزاي أرجع طاقة المكان أو إزاي أرجع الطاقة الإيجابية لمكاني لبيتي سيئة هدي منه سيئة جدة روحه حلوة قوي سؤال جميل حبيب قلب مامي شوفت بقى حبيب قلب مامي أنا أحب للكلمة دي منك لما نكون عايزين نجدد طاقة المكان نبتدي دايما نغير الديكورات كل شوية كده نحط حاجة مكان حاجة نحرر مسارات الطاقة الغير مرئية لكن إحنا بنهوي البيت بنفتح الشبابيك بنهوي البيت بنحرك مثلا مرة الأنترين نحياة دي نحرك السفرة من نحياة تانية نحط دا هنا نحط دا هنا لحد ما نوصل للديكور اللي احنا بنحب نرتاح فيه أكتر وبيدينا أخبار سعيدة ساعات كتير قوي فين ست البيت وقال لي بعد ما وضبت الديكور زي ما انت قلتلي وغيرت مسارات المكان وحطيت الديكورات دي هنا وشلت الأنترين مكان السالون وجددت طاقة وشباب البيت جالي أخبار سعيدة فعلا حقيقي بجد؟ طبعا 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 دون تكلفة يعني أنا مش لازم أجيب حاجات جديدة لا مجرد أن نحط السفرة مكان السالون أو حط كده دا حقيقي أحط الدولاب دا مكان هنا كتير قوي من الناس تقول لي إيه أصل الدولاب بلاكار مقدرش أغير طب وانت حضرتك نايمة ووراكي حيطة الحمام دي مشكلة كبيرة يعني ما فيهاش مانع أن الواحد يجيب نجار يفكه ويعمل دولاب وراء الحائط بتاع الحمام اللي هو في قط النوم أو الحائط المشترك مع حمام تمام ويغير الديكور علشان ينام مستقر لأن نوم الإنسان وراه شباك أو وراه حمام بيخليه عدم حالة عدم استقرار غير مستقر تمام لما نعمل دا كله حالو ونيجي نزبط الطاقة فيه ناس كتير تقعد تقول لك إيه حسد أنا تحسد تمام الحسد دا بقى طبعا مصارات طاقة غير مرئية بتخلي الإنسان اللي هو طبعا الطبيعي إنه هو عنده هالة أو عنده قورة أو عنده حاجة بتحيط جسده اللي هي النورانية لما تكون الهالة دي مش مستقر مكتئب على طول خايف على طول مرعوب على طول دايماً ما عندهش نوع منثقة بالنفس ولا الإقدام بنقول عليه نجمه خفيف ليه؟ لأنه بيصيبوا أي طاقة سلبية بيصيبوا أي حسد بيصيبوا حكات مش كويسة خالص علشان كده الهالة دي بتبقى قوية ومتمسكة في الإنسان القوي الشخصية اللي ما بيخافش من حاجة الإنسان اللي هو مقدام لكن واحدة منكسرة وخايفة من كل حاجة وأقل حاجة بسهولة جداً هتجذب طاقة طاقة الحسد بالضبط أهم كتير قوي لما عندنا في طاقة المكان لما النمل يظهر شو فيه بقى النمل يظهر في الحمام يبقى طاقة حسد تصيب المال بتاع الأسر ولو في المطبخ لو في المطبخ دي على طول بتصيب الزوجة يبقى الست محسودة تمام؟ أو البنت الكبيرة في البيت محسودة سواء الأم اللي هي ستة الزوجة أو البنت الكبيرة لا حريك السرسير ده معنانا البيت مش نظيف لا ده موضوع تاني ده موضوع تاني يعني عارفين إن النمل أحسد لكن السرسير ده بقى مش نظيف كده على كده عايزين نجيب شركة رش أكيد لا لأنه برضو ممكن كتير قوي ناس احنا عندنا في الفان شوي أو طاقة المكان النمل لو أنا البيت نظيف وما فيش أي حاجة جاية من مثلا بيت نمل كتير أو خشب مسوس أو أي حاجة يبقى ده مشكلة كبيرة إنه في حسد في الموضوع في ناس كتير على فكرة بتجي لهم إيه أبواب بتبقى فيها الأبواب الخشب دي نمل كتير أنت عارفة دي معناها إيه؟ أنه هو الزوج محسود في ماله الزوج راجل لأن الأبواب في البيت تعبر عن الزوج الشبابيك تعبر عن الأبناء تمام؟ عندك قط النوم يبقى الحسد جاي من العلاقة الزوجية ما بين الراجل والسد الله أكبر الله أكبر السوحة عيد دائما وأبدا دائما وأنا بيقول كلام في الجون في الجون سيناورتينها النهار دا سيناورتينها النهار دا الله يبركلك على المحفظة الحمرة والمراية دا بقى تريند كل الناس يقولك إيه بقى المحفظة الحمرة ومش من المحفظة الحمرة فاكرة زمان جدتك كانت تحط المراية صغيرة جوه كيس الفلوس وجمد الفلوس عشان تزيد الفلوس نورتينها وأنا كم بحبك عامليني صوتوا بعلهم من ربستانا نمطول الحلقة التخص من ربستانا بس السوس وإلا السوس قلب معني لازم كده وتقول كل الحاجات اللي عايدت مشاهدات يا عزيزات يا حبيبات دا من هنا ورواس